اخبار ورياضة نقدمها لكم من القناة الالكترونية جيل ديزاد أهلا بكم حل اليوم بمطار هواري بومدينة دولية نخب الوطني جمال بالماضي تحسبا للمهاجهة المرتقبة التي ستجمع الخضرة بنظيرهم الكاميروني ذهابا وإيابا في إطار دور الفاصل المؤهل للمونديال وحل برفقة بالماضي حارس مرمى فريق ضمك السعودي مصطفى زغبة الذي كان أول الملتحقين بالجزائر في انتظار وصول بقية اللاعبين النشيطين في الدوريات العربية وقال زغبة في تصريحات لوسائل الإعلام أنه ورفاقه جاهزون للموعد المرتقب من أجل إسعاد الشعب الجزائري جدر بذكر أن الناخب الوطني جمال بالماضي سيعقد ندوة صحفية يوم الأحد القادم بداية من الساعة الحدية عشر صباحا بالمركز التقني بسيدي موسى في أخبار يالندية الجزائرية المشاركة قاريا يوجه في هذه الأثناء فريق وفاقسطيف ضيفه حريا كونكري الغيني لحساب الجولة الخامسة من ربيطة أبطال إفريقيا وأنعش فريق وفاقسطيف المنتمي للمجموعة الثانية أماله في المنافسة القارية بعد فوزه يوم السبت الماضي على نادي أمازول الجنوب إفريقي بنتيجة هدفين مقابل السفر وسيكون أشبال المدرب المؤقت ريضا بندريس أمام حتمية حصد نقاط الثلاث بملعب خمسة جوليا أمام الضيف حريا كونكريا الذي سجل في جولة الفارطة أول انتصان له على حساب الرجاء البيضوي المغربي بهدفين مقابل واحد من جهته سيكون شباب الوزداد غدا بحاجة إلى نقطة واحدة عند استضافته للنجم السحلي التونسي من أجل ترسيم تأهله إلى الدور ربع نهائي من ربيطة أبطال إفريقيا ويتقاسم الشباب صدارة ترتيب المجموعة الثالثة مع الترجل التونسي بمجموع ثماني نقاط وسيكون أيضا أمام فرصة سانحة لبصم تأهله نهائيا عند استضافته للنجم الراغب هو الآخر في إعادة بعث مشواره بعد هزيمته أمام مواطنه الترجل الرياضي بهدفين مقابل سفر محليا أنعشا اليوم فريق هلال شلغوم العيد أماله في البقاء ضمن حضرة الكبار بفوزه على ضيفي اتحاد بسكرا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد برسم الجولة الثانية والعشرين من المحترف الأول وبملعب غليزان أهدر اتحاد العاصمة فرصة لاقترابه من المتصدر شباب الوزداد باكتفائه بنتيجة التعدل السربي أمام السريع المحلي وفي لقاء آخر انتهت مواجهة مولدية وهران وضيفه ناصر حوسين داي على وقع التعدل السلبي أيضا هذا وتستكمل غدا فعليات الجولة بإقامة أربع مباريات حيث سيستقبل فريق أولمبي شلف نادي أمال الأربعاء فيما سيتنقل شباب قسنطينة إلى العاصمة لمواجهة مولدية الجزائر بينما سيحل أولمبي المدية ضيفا على فريق شباب نجم مقرى على أن يواجه تيتوكو بارادو ودات الامسان المحلي دوليا أصفرت قرعة والدور ربع نهائي من رابطة أبطال أوروبا التي أقيمت اليوم في مدينة نيونس سويسرية أصفرت عن مواجهة محتدمة بين كبار القارة العجوز بداية بين فريق ريال مادريد الإسباني الذي سيواجه فريق تشيلسي الإنجليزي فيما أوقعت القرعة أيضا مونشستر سيتي ونجمه رياض محرز في مواجهة محتدمة أمام أتليتيكو مادريد الإسباني هذا وسيكون أيضا مدافع الخضوري عيسى مندي وفريقه فياريال الإسباني في مواجهة قوية أمام باير ميونيخ الألماني وفي المباراة الأخيرة يلتقي فريق ليفر بولا الإنجليزي بفريق بين فيكال بورتغالي ولحسب قرعته الدوري الأوروبي تعرف دولي والجزائري سعد برحمة لعب ويست هام الإنجليزي على منافسه في دور ربع نهائي وسيواجه بالرحمة فريق أولمبيك ليون الفرنسي ذهابا في ملعب ويست هام على أن تجرى مباراة العودة في فرنسا وفي حال تأهل أجبال المدرب مويس لنصف نهايي فسيواجهون الفائزة من مباراة بارشلونة وإنتراخت فرانكفورت الألماني هذا وأصفرت القرعة أيضا عن مواجهة فريق لايبزيخ لفريق أطلنطا فيما يلقي فريق سبورتينغ براغا نادي غلاس كورينجرس بهذا مشاهد رفضل نكون قد وصلنا إلى ختام الورقة الرياضية لمزيد من الأخبار تابعوا ما وقعنا الظاهرة أسفل الشاشة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة